كيف يكون التوكل؟ وفي هذا نتذكر ما تركه الإمام القشيري رحمه الله في رسالته القشيرية أن شرط التوكل هو طرح البدن في العبودية وتعلق القلب بالربوبية والطمأنينة إلى الكفاية فإن أعطي شكر وإن منع صبر هكذا يقال في التوكل وأهله كذلك نقل لنا في الرسالة وفي طياتها بعدما تحقق العبد أن التقدير من قبل الله سبحانه وتعالى فإن تعسر شيء فبتقديره وإن اتفق شيء فبتيسيره سبحانه وتعالى كذلك يقول في وقفة أخرى يقول أحدهم توكلت على الله ويكذب على الله فلو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به ومن وقفة أخرى قال عن يحيى ابن معاذ رحمه الله متى يكون الرجل متوكلا؟ فقال إذا رضي بالله تعالى وكيلا له